اشتركوا في القناة والتقرب الى الله باي طريقة كانت في عنا شوية دردشة هيك لبعض الاستفسارات اللي اجت بالفترة الماضية ما كان في مجال اني ارد عليها فقصصنا بداية هاي الحلقة للرد على هاي المجموعة من الاستفسارات يعني نوع من انواع الاجابات عنا استفسار الكل بسأل اغلبية الاشخاص سألوا عن صحتي وصحة الوالد اللي هو ابوي طبعا بالنسبة لصحتي انا الحمد لله الامور بتحسن واستمر بعمل فحصات جديدة باخل ادويتي لسه في الي فحصين قادمات اول فحص كان للقلب اعطى نتائج جيدة او جيدة جدا يعني النتائج كانت افضل بكثير من النتائج السادقة هذا واحد بالنسبة لها موضوع الرئة بعد العملية اللي عملناها لاستقصال جزء من الرئة برضو الحمد لله الامور منتازة يعني نسبة الاكسجين ارتفعت حيوية الرئة نشاطها اللي صور قادمة يعني بعد اربع شهور اه من موعد العملية اللي عملت اه بدهم يعملوا فحصات وصور واشعة وهي على اساس انه يشوفوا هالجزء اللي استأصلوا سليم او في بعض الخلايا رجعت اتجددت وعلى اساسه يقرر ما بعدها يعني انه في اه كيموثيرافي او انه في ادوية معينة طبعا هذا بتحدد على اي نتائج الفحصات والصور اما بالنسبة لصحة الوالد فالحمد لله رب العالمين برضو هو يعني افضل بكثير مما كان عليه الان هو بتحسن مستمر ولكن انه جرحه الان هو بجهزه على اساس انه يعملوا له عملية تانية لانه جرح العملية تلعا مش مسكر بطريقة صحيحة فبدهم يرجعوا يفتحوا مرة تانية اه مش موضوع خلال طبي لا هو الموضوع انه هو مريض سكري وسنه كبير وصار عنده مضاعفات كثير ما بعد العملية فبدهم يرجعوا يفتحوا الجرح مرة تانية وقالوا فحصات عشان يتأكدوا انه الجسم خالي من المرض او انه في بعض الخلايا وعليه برضو بتقرر نفس الشيء انه رح ياخذ كيموثيرافي او انه رح يترك كما هو ولكن العملية يعني ممكن تكون في اقرب وقت بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو عن طريق اه انه ليش التوقعات اه كل الفلكيين بحكوا بنفس الكلام كأنه احنا بنوخذ نفس المعلومات ونحكيها لا هو مش كل الفلكيين يعني هو بعض الفلكيين اه اللي بتتشابه توقعاتنا مع بعض فهدولة دلالة على انه هم عارفين علم الفلك هي في فرق ما بين دارس في علم الفلك وما بين واحد اه اخذها كهواية ودرسها وحللها وصار عنده معلومات عن علم الفلك في فرق ما بين اثنين الفرق اللي هو بقدر احكيه بصورة مبسطة يعني انه مثلا ليه نفترض انت معك ساعة في ايدك او ساعة في البيت والساعة هاي موجودة العقرب الصغير موجودة على الساعة ثلاثة والعقرب اللي اكبر منه شوي موجودة على ست دقائق من هاي الساعة فاسأل اللي بيعرف بالتوقيت او اللي درس علم الوقت بيقول له قديش ساعة بيقول لك ثلاثة وخمسة حتى لو كانت سبع دقائق او كانت اربع دقائق او ثلاث دقائق على طول بيقول لك ثلاثة وخمسة باختصر الدرجتين لزيادة او الناقص اه فاي واحد اللي تسأله بيعرف بالساعة على طول الخط رح يجاوبك يقول لك ثلاثة وخمسة ما رح يقول لك ثلاثة وخمسة وخمسة وعشرين ثلاثة واربعين لانه رح تكون غلط اي واحد دي انتبه لهذا الموضوع بدي يضحك عليه فعشان هيك الجواب رح يكون متشابه الا اذا كان الشخص هذا متخصص بعلم الفلك ودارسه وعنده اوسع معرفة ودراية فبيجي بقول لك طول وديش الساعة بيجي بقول لك ثلاثة وست دقائق واربع وعشرين ثانية خمسة وعشرين ثانية ستة وعشرين ثانية سمعة وعشرين ثانية بصير يزيد مع الثواني بيكون دقيق اكثر بالمعلومات وهذا الشخص اللي هو اللي بيكون عارف بالزوايا ووقت الزوايا وتأثيرات الزوايا انتقال الكواكب سعدت الكواكب نحست الكواكب هاي بتصير دقة اكبر ولكن هل انه من المفترض انه توقعات اللي انا بقولها انها تنطبق على كل الناس بنسبة مية في المية طبيعي لا ما رح تنطبق عليك بنسبة مية في المية على كل الاشخاص اللي اذا كان برجك وطالعك هو نفس البرج فبتيجي بنسبة عالي جدا بتصل لتسعين في المية ولكن اذا كان مثلا برجك ممكن يكون هو الغالب فبعطيك التوقعات بنسبة عالية بعض الاوقات بتسمع برجك ما بنطبق عليك الكلام معناته بكون في هذا اليوم طالعك اللي هو بينعرض عن طريق ساعة الميلاد اللي هي البلد وتاريخ ميلادك وساعة ميلادك وبتحدد منها الدرجة المزبوطة للطالع بتقدر تعطي توقعات شخصية وهي بتكون دقيقة بالنسبة عالية جدا 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 لانه الواحد بيقارن ما بين خارطين واتصالات كواكبها فبتكون توقعاتك الخاصة فاحنا بنحكي توقعات بالعموم وتأثيرات بالعموم على جميع الابراج فعشان هيك يعني اشي طبيعي انه اي واحد دي شوف القمر دخل على برج الجدي او برج الدلو بدو يحكي نفس التوقعات لانه بدو يعتبرها بيت ولكن البيوت توقاس هي بالاساس من الطالع مش من البرج يعني يعتبر من البرج بيت ويعتبر من الطالع بيت ولكن الادق انه الطالع هو البيت من الطالع يعني هذا مختصر لهذا السؤال بالنسبة الى الاستفسار اللي وراه انه احنا منلاحظ انه فيه اشخاص بيعلقوا على الحلقات قبل الحلقة ب12 ساعة قبل ما تنزل لنا اياها ب12 ساعة او ب11 ساعة او ب10 ساعات او ب18 ساعة شو السبب هذا اشي طبيعي لانه هدول الاشخاص كنت في البداية انزل الحلقة ارفعها على اليوتيوب قبل ب24 او يبلغ ب3 ايام 4 ايام 5 ايام اكون مجهز حلقات وارفعها على القناة ففيه اشخاص بطريقة معينة بدخلوا على القناة نفسها بعدين بدخلوا على القوائم بشغل فتلقائيا هو كان شغل لهم الحلقة اللي بدها تنزل اقرب حلقة فيحضروا الحلقة قبل ما تنزل وانتي تشوفها على القناة او يجي في اشعارها الان تنبهنا لهذه النقطة قلت انا اولى انه اللي يشوفوا الحلقة هدول اللي هم الاشخاص المنتسبين فصرت انا انزل الحلقة للمنتسبين قبل موعدها ب24 ساعة يعني الاشخاص اللي بدعموا القناة واللي بدفعوا شهريا مبلغ بسيط او مبلغ رمزي لدعم القناة او مساعدنا في بعض الامور فهدول الاشخاص اولى بينهم يشوفوا الحلقة قبل ب24 ساعة من موعد بثها بدال ما تنزل على الفاضي فخصينا اللي هم المنتسبين بينهم يشوفوا الحلقة يبلب يوم من موعد نزولها في اشخاص بسألوا برضو عن عملية الانتساب بقولك طيب انا بدي انتسب للقناة ولكن بكبس على الرابط الرابط ما بدخلني ما بدخل معي ما بقدر أسجل ما بقدر أعمل والله هاي المسألة انا ما بعرف فيها بالضبط ممكن انه دولتك مش مؤهلة لعملية الانتساب من خلال اليوتيوب مش على قناتي على كل القنوات شغل شغل تحويل مادي مالي وشغلات زي هيك فبركزوا عليها بشكل كبير فهذا هو السبب اللي أنا بعرف وممكن فيه أسباب أخرى ولكن ما بعرف طيب يا أشخاص بنفس الصيغة بقولك طيب أنا بدي أدعم القناة بس مش عارف كيف أدعم ها أنت ما قدرت تنتسب القناة حابب تدعم القناة برضو أنا حط في صندوق الوصف ما حساب البيبال البيبال هو طريقة لتحويل قيمة نقضية بتقدر تحول من دولار لغاية خمسمائة دولار أو ألف دولار أنت حر يعني تقدر بس طبعا ما بقولك حول ولا مئتين دولار حتى ولا مئت دولار يعني هاي شغلات رمزية على حسب استطاعة الشخص اللي حابد أنه يتبرع فمن خلال البيبال ممكن أنه يحول مبلغ رمزي وتحسب له وبدو نسجل اسمه بقائمة ونذكر أنه هو تبرع بهذا المبلغ ما عندي أي مشكلة لهذا الموضوع منعلن عن اسمه أنه هو تبرع ودعم القناة بمبلغ مالي اللي بقولك أنا ما عندي بيبال طيب كيف بدأك بره في رقم تليفون برضو موجود في القائمة تحت في صندوق الوصف من خلاله بتقدر تراسلني إما ببعث لك حساب البنك إذا بدك تحول من بنك لبنك أو إذا بدك أنت تحولها عن طريق وسترن يونيون منيجرام أي إشي من هاي الأشياء برضو نفس الشيء بحول لك رقم البطاقة أو البطاقة نفسها اللي عليها الاسم ومن خلاله تقدر من أي مكتب بنكي أو صراف أو أبليكيشن بتحول مبلغ من المال طبعا مش معنى هذا أني أنا بقول للكل لا بدك تتبرع وبدك تدفع وبدك هاد لا لا هذه تبرع اسمها تبرع ودعم فأنتي حاب تعمل هالشي بتعمله ومش حاب تعمل هالشي مش مجبر والمعروف أني أنا ما بأخذ أجر أساسا على أي سؤال أنا بجاوب عليه أو أي معلومات أنا بعطيها في بعض الأشخاص بقول لك إحنا حابين ندعم أو نكرم أو نهني أو بأي صيغة من الصيغ فالكل مشكور حتى لو فكر في هاي الموضوع وما عمل برضو نفس الشيء نقول له شكرا لا إلا بلا شي نطول أكثر من هيك خلينا يعني ندخل في صلب موضوع هذه الحلقة طبعا حلقة الغد اللي هي يوم السبت إن شاء الله رح تكون توقعات أسبوعية أو لمحة أسبوعية زي ما منسميها اللي حابب إنه يحضرها أو يستمع لإلها طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 17 حزيران يونيو 2022 القمر طبعا اليوم الآن موعد بث الحلقة هو موجود في برج الجدي ما زال موجود في برج الجدي ورح يدخل في فترة خلو المسار رح ينتقل للدلو في ساعات ما يعني على حسب التوقيت جرينج اللي هي فترة ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة لينتقل القمر لها برج الدلو طبعا رح نيجي بالتفاصيل والساعة بالضبط وخلو المسار والأمور هاي رح نحكي عنها المهم الآن رح نحكي عن منازل القمرية القمر موجود في الآن موعد بث الحلقة في منزلة سعد بلع طبعا مش ضاييله 52 دقيقة من موعد بث الحلقة منتقل بعديها لمنزلة سعد السعود منزلة سعد بلع اللي ذكرناها يوم أمس اللي هي للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية لما ينتقل للقمر الساعة 52 دقيقة عصر اليوم الخميس 16 6 رح ينتقل لمنزلة سعد السعود منزلة سعد السعود هي لتوطيب العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 11 33 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة لينتقل بعديها لمنزلة سعد الأخبي وهي الحماية والضرر والضفر والعقد يعني بمعنى أنه من موعد بث الحلقة لموعد البث الحلقة الحلقة القادمة اللي هي حلقة يوم السبت رح يمر القمر أو رح يتواجد القمر في ثلاث منازل سعد بلع سعد السعود وسعد الأخبي بالنسبة بالنسبة للقمر بما أنه ما زال موجود في برج الجدي من الآن موعد بث الحلقة فرح يمكن تقريبا أكثر من 6 ساعات من الوقت أو أكثر بشوي فتأثير القمر على كافة الأبرج في هاي الفترة لغاية ساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة أنه بتظل طبيعتنا الجادة هي الظاهرة على الساحة منحاول إنجاز عمل متراكم بنجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منها علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو عقد أو تأمين جديد أو تجديد تأمين صحة ضد الغير حياة أي شيء من هذا النوع بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم لدينا جموعة جديدة دخلت على الساحة من الزوايا الفلكية طبعا إيجابية زاويتين هم الزاوية الأولى هي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتن وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 17-6 لغاية يوم 20-6 اللي هي تقريبا ثلاثة أيام أو أربع أيام دروتها هي يوم 19-6 هاي زاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لأن فمنلاقي طاقتنا للقبول والجاذبية والتوافق والحب والغرام في هاي الفترة بتصير بأوجهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري من هاي الزاوية تأثيراتها بتبدأ من يوم 17-6 إلى غاية يوم 22-6 وعادة عند حدوث هذا الاتصال عادة بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات الكثيرة لها بعض الأبراج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل ذكرناها في حلقة الأمس هي تأثيراتها من يوم 16-6 إلى غاية يوم 21-6 طبعا بدهم ينتبهوا اللي علاقاتهم ضعيفة أو في بدايتها أو في بعض المشاكل العاطفية الغير مستقرة إنه في هاي الفترة ممكن تنقطع هاي العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة بسبب هاي الزاوية يعني بتتفاقم الأمور وممكن توصل للنهاية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون برضو تأثيراتها لغاية يوم 26-6 هي اللي بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع يعني نوع من أنواع الزاوية اللي بتعزز الوسواس والقلق والأحلام والكوابيس وعدم الارتياح في النوم الوسواس بكل أنواعه حتى من المرض أو من الوضع الحالي بدخله باكتئاب أو حالة نفسية شوي بتكون فيها نوع من أنواع صعوبة طبعا هاي تأثيرات عقولنا إلى 20-6 بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر أو اللي أوجها اليوم طبعا أول زاوية هي رح تكون بعد تقريبا 23 دقيقة من بث الحلقة هاي هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين التن رح تكون ذروتها ساعة ثنتين و23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج طبعا عندنا ذكرها لأننا ذكرناها يوم أمس لأنه هاي زاوية رح تستمر تأثيراتها إلى ساعات الفجر تقريبا من فجر الجمعة هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ضرورتها الساعة ستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الخميس اللي هو موعد بث الحلقة فتأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات عصر الخميس وبتستمر لغاية ساعة الصباح تقريبا أو الفجر هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ من ليلة الخميس على الجمعة الساعة ستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش رح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الدلو لما نقول الساعة تسعة وثلاثة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بالنسبة للأردن بدنا نزيد ثلاث ساعات لأنه احنا بنفرق ثلاث ساعات عن توقيت جرينيتش يعني الساعة اتناعش وثلاثة واربعين دقيقة ما بعد منتصف الليل في دول بتيجي ساعتين في دول ساعة في دول اربع ساعة فكل واحد على حسب دولته بزيد الوقت القمر بما أنه رح ينتقل للدلوي يستقر في الدلوي يبدأ يشكل اول زوايا ساعة تسعة وثلاثة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا معناته احنا رح نذكر كأنه انتقل يعني من بعد منتصف الليل رح نذكر التوقعات كأنه القمر انتقل واستقر في برج الدلوي اللي بدي يعرف اللي هو من الآن لمنتصف الليل اللي هي نفس توقعات يوم أمس القمر لما ينتقل لبرج الدلوي معناته منشعر الآن انها بحاجة ماسة الى التغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي في هاي الفترة بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز تلفزيون او اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزاوية الاولى اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال طبعا تأثيراتها هي من ساعات منتصف الليل بتبلش اللي هي زاوية التثليت الايجابية اللي بين القمر وبين عطارد اللي رح تكون ذروتها ساعة 22 دقيقة من صباح يوم الجمعة بتوقيت جرينيش هاي الزاوية زي ما احكيانا من منتصف الليل بتظل غاية ساعات الظهر تأثيراتها بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون برضو في تمام الساعة سبعة و27 دقيقة صباحا من صباح يوم الجمعة تأثيراتها لغاية ساعات العصر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية طبعا نبدأ من موعد بث الحلقة لغاية منتصف الليل الأعضاء هي الرخبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظام الأسنان الأوتار الأربطة جلد الشعر الطحال جهاز التوازن هاي الأعضاء الاكثر حساسية لغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة اللي لازم نهتم فيها بعد منتصف الليل بتصير الأعضاء المعرضة والضعيفة واللي عندها حساسية أكبر هي بطة الساق والكاحل والساق نفسه وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا هاي الأكثر حساسية بالنسبة للعمليات الجراحية لهاي الأعضاء ما مننصح فيها خلال يوم الجمعة حاولوا تبعدوا عن العمليات الجراحية اللي إلها علاقة بهاي الأعضاء اللي كانت العملية طارئة بالنسبة لليوم طبعا القمر بدأ بعملية الانحسار فيوم الجمعة هو جيد إجراء العمليات الجراحية بدأنا بفترة إيجابية للعمليات الجراحية وطلعنا من تأثيرات اكتمال القمر بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما زال الزهرة منتحة رغم أنه بشكل بعض الزوايا الإيجابية ولكن انتحاسة الزهرة بتضعف من يعني النجاح الكامل لعمليات التجميل الجراحية ممكن بيصلح لتنظيف بشرة حق معالجة بشرة أو أشياء من هذا القبيل ولكن بالنسبة للجراحة بفضل تأجيلها لبعد 21 هذا الشهر بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 18-6 في تمام الساعة 6 و49 دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر في برج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحد عمر 18 يوم في تمام الساعة 9 و26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح 19 يوم نسبة الاضاء 82 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 15 في المية القمر في الجدي وبدو ينتق للدلو ورح يمكت في الدلو حتى يوم 18 هو سعيد الآن بنسبة 60 في المية في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 30 في المية من ساعات الظهر لغاية ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة إلى 10 في المية في ساعات المساء المتأخرة يعني ما بعد الساعة والتمانية بتوقيت جرينيتش بتنعكس من ساعادة لنحوس 40 في المية بالنسبة لعطارد في الجوزاء حتى يوم 5 سبعة طبعا هو تحول أنها زوايا للتربيع ومراحل الانتقال فبدو نعتبر من ابتداء من منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 45 في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة إلى 70 في المية الزهرة في الثور حتى يوم 23 6 منتحس بنسبة 40 في المية المريق الحمل حتى يوم 5 7 سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الحمل حتى يوم 28 7 سعيد بنسبة 25 في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23 10 والآن منتحس بنسبة 15 في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 40 في المية راح ترتفع نسبة النحوس التبعته بنسبة كبيرة أورانوس في الثور حتى يوم 24 8 سعيد بنسبة 15 في المية نبتن في الحوت حتى يوم 28 6 سعيد بنسبة 15 في المية إبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ليل الخميس على الجمعة القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكون تحفظ على سمعتكم وعلاقاتكم مع المسؤولين حاولوا ما تغامروا وما تجازفوا تضبطوا عصابكم وما تتخذوا قرارات حاسمة من بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الجمعة بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من اللقاء برج الثور برج الثور برج الثور بالنسبة بالنسبة للموليد برج الثور من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة القمر ما زال موجود في البيت التاسع اللي بيدعم كفية الاتصالات البعيدة والتواصل مع جانب العاطفة الحضوض ولكن حاول انك تنتبه اثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة واللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة القمر بنتقل لدلو فهي الفترة بتصير مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا باثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على انجازاتهم القائمة اهم شي انه خلال هذا اليوم لا تشوه سمعتك لانه الظروف شوي ضاغطة وممكن تحمل لك هاي الايام فرصة عمل المهمة لازم تكون مهيئ لالها وبدك تكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء القمر من الان ولغاية منتصف الليل الخميس على الجمعة طبعا بيظل عندكم التركيز على الاموال المشتركة ما بين استرداد اموال مساعدة تحسين وضع مالي معين الاهتمام المالي زي ما صار في اليومين الماضيين طبعا اهم اشي انه تعدوا عن اي مغامرة مالية وما تكفلوا حد وانتبهوا على اموالكم من الاصراف او عدم تنظيم شؤون المالية من ساعة ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة ويوم الجمعة كامل بتنشطوا بشكل كبير اليوم بالسفر بالاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بوسعكم اجتياز امتحان في بعضكم ممكن يسافر او يوقع على عقد او يروج لموهبة او بعض الاهتمامات بدك تكون جريء ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول انك انت تثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل انفراج كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الان موعد بث الحلقة ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة القمر رح يظل موجود مقابلك فعشان هيك بيعزز الامور اللي لها علاقة بالشراكة وعلاقاتكم بالشراكاء وهي بدعمك بشكل جيد ولكن ما زال الوقت انك بتحس ان وطاقتك ضائفة كل ما اقتربنا لساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة بترتفع طاقتك بزيادة طيلة نهار الجمعة يعني من منتصف ليل الجمعة وطيلة نهار الجمعة بتنهمكوا بعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي هذا المكسب من شراكة او من تعويض مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة حاولوا انكوا تصححوا الانطباعات من كفائتكم وما تسمحوا لاحد بالتشكيك وقدراتكم ممكن تنشغلوا بملفات ادارية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا الوضع الصحي هو اكثر شيء بيتركز عليه ووضع العمل ضاغط بشكل كبير الشمس برضو بتتجه قاعدة لبيت المتاعب باتجاه برج السرطان بلش الضغط يشعروا فيه موليد برج الاسد بشكل كبير فعشان هيك بدهم يتحملوا هاي الفترة لغاية عيد ميلادهم لانها هي فترة صعبة بالاجمال القمر كملها لانه القمر موجود في البيت السادس من الان لغاية منتصف ليلة الخميس على الجمعة فبشعروا بالضغط بالعمل بالصحة الامور مش ماشية مش حنين بطاقة عصبية عالية جدا ردات فعلهم باشياء مش زابطة مش رضي الامور تمشي معاهم بعد منتصف الليل القمر رح يصير مقابلهم تماما يعني في برج الدلو مقابل الاسد ورح يستمر خلال يومين وربع قادمات فهذا بزيد من اهتمامك حول موضوع الشراكة الشراكة المالية الشراكة العاضفية تقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطف ولكن هاي الفترة لا تتخذوا فيها قرارات حاسمة وبتكونوا اكثر استقرارا لانه هاي الفترة بتهدد الاستقرار برضو بتعملها فترة ضاغطة بشكل كبير فبتكون تحذروا من المشاكل الفضائح لانه في الفترة هاي بتميلوا لفرض الرأي على الآخرين وهذا الاشي طبعا رح يسبب لكم كثير من المشاكل فحاولوا استغلال هذا اليوم لإيجاد المخارج والحلول دون اي تشنجات برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا من الان موعد بث الحلقة ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة بتظل الأمور العاطفية والاهتمام بالحبيب بالأحبة الأبناء بالترفيه المغامرات الهوايات هي اللي مسيطرة عليكم ولكن حاولونكم ما تفرضوا رأيكم على الأحبة لغاية منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل هنا بتصير التركيز على العمل وعلى الصحة أكثر فممكن تتراكم الأعمال ولكن عندك قدرة اليوم على إنجازها وإتمامها لأن القمر طاقته عالي جدا وممكن إنجاز كثير من المشاغل تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتوخذوا قصد كافي من الراحة اليوم اليوم ممكن تلزمك الواجبات وترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق أو الوسواس نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير أهم شيء ما تهمل صحتك ولا الواجبات اللي إلها علاقة بالعمل ولا اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل التركيز كله رح يكون على البيت على العائلة المناسبات الاجتماعية الاهتمام بالأحبة بالأبناء بالعقارات سكان جديد الأمور هاي وممكن بعض الأعطاء الأهم شيء أنه ما تبلغوا بمصاريفكم العائلية من ساعات ما بعد منتصف الليل اللي هو منتصف ليل الخميس على الجمعة وطيلة نهار الجمعة الأجواء رح تتحول بشكل قوي جدا على المستوى العاطفي والحضوض فتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بتصير هاي اليوم مناسب لممارسة نشاط فني أو هواية أو ترفيه أو تجميل بتتحسن الأجواء وبترتفح المعنويات بشكل كبير هاي فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظا أهم شيء أنك ما تقف متفرج وتضيع هاي الأيام من إيدك فبدك تستغلها بكل طاقتك لحصد المكاسب اسعى للمبادرة الأجواء رومانسية جدا ودافئة وعاطفية بكثير برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا مشاط عالي جدا ما زال بالاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات برضو وطيرتك عالية جدا ولكن الآن لأن اقتربنا من ساعة بث الحلقة لغاية منتصف الليل اقتربنا في قلوم مسار وانتقال ضبط الأعصاب وعدم التسرع خلي كلامك واضح تماما عشان شوي تبعد عن السوء التفاهم من ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة وطيلة النهار بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتقدروا تحمل وضعكم الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما أو أمور علاقة بيت أنك تتنقل من بيت لبيت أو استئجار بيت جديد أهمش أنه اليوم تتجنب الانفعال والتسرع فيه عشان ما يلقى اللوم عليك وما تلقي برضو اللوم على الآخرين مزاجك متقلب شوي ولكن ممكن كثير من موليد برج العقرب اليوم يعني اشاركوا في مناسبة عائلية برج القوس برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة تركيز على الأمور المالية على المصاريف على الفواتير على الدفعات على الأمور هاي اهم شيء انه خلال هاي الساعات انك تبعد عن اي مغامرة مالية او مشتريات مائلها داعي لانه الرغبة بتصير عالية جدا بالاسراط امسك ايدك وانتبه على اموالك من السرقة والضياع من ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة وطيلة نهار الجمعة النشاط رح يصير عندكم عالي بشكل كبير اليوم ما رح تهدى وتيرتك لا بالتنقلات ولا بالاتصالات ولا باللقاءات رح تنشطوا بكل هاي المجالات وبيكون لكم نوع من انواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت اليوم تتمتع بسرعة خاطر ورح تتصرف وتتسيطر على كل الأمور اهم شيء انك تسيطر على انفعالاتك ممكن تضطر لتقديم بعض المساعدة لأحد الأخوة برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر من الان موعد بث الحلقة القمر موجود عندكم بعطيكم طاقة ونشاط وحيوية وطاقتكم عالية جدا وكثير من الأمور رح تكون لصالحكم ولكن يكونوا ديروا بالكم في فترة قلوة المسار من اتخاذ قرارات حاسمة أو الاندفاع والتهور من ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة ويوم الجمعة بالكامل من ليلة الجمعة ونهار الجمعة بتصير الفرص كلها بتتركز على الوضع المالي في فرصة لمكسب بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة أهم شي برضو أنك تخففوا من نفقاتكم قدر المستطاع حاول أنك اليوم تستغله لأنه ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهم شي برضو أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا الآن موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود يعني في بيت متاعبكم لسه ما وصل لعندكم وفي فترة دخلوه مسار فطاقتك الآن متذبذب عندك تقلب عندك حدية عصبيتك ممكن في أي لحظة تطلع ممكن أنك تعمل مواجهة أو تعمل قرارات فهاي شغلات كلها بدك تحذر منها وتمتنع عنها لغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة ونهار الجمعة كل ما اقتربنا لساعات النهار بيكون أفضل بتصيروا ممتلين نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم بتصير في تصاعد بدك تكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات اليوم اليوم رح تتسلط عليك الأضواء وعلى قدراتك ورح تنطلق بحماسة وعزيم كبيرة فترة إيجابية ممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجال جديد فترة داعملة إلك بقوة وفيها كثير من المزايا الحلوة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً الضغوطات بلشت تتجه باتجاهكم بشكل أوسع وأكبر يعني بتحسوا الآن أن طاقتكم بلشت تنزل الأمور مش ماشي معكم بشكل جيد طبعاً القمر لأنه الآن في آخر درجات قبل دخوله لبيت المتاعب ماشي فيه اتصالات ولقاءات أمور اجتماعية نشاط اجتماعي ولكن أنت مرغم على أداها من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر للأسف رح يوصل لبيت متاعبك فمن بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة وطيلة نهار الجمعة والأيام القادمة بتشعروا ببعض التعب اللي رح يسيطر عليكم أهم إشي أنك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري حاولوا أنك تخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحكم بعدم المباشرة بالتنفيذ أو تنفيذ أي قرار اتخلصوا من عاداتكم القديمة وانشغلوا فقط بالمسائل الروتينية واحذروا من التأخير والخسائر والوعكات الصحية بهذه الفترة رغم أنه ما فيه أي مخاطر إلا أنه تطلب منك تكون حذر وتنتبه لحالك وما تأخذ بأي وعد يقطع إلك على أنه أي شخص بوعدك بشيء أنه رح يوفي بالفترة هاي بالعكس حط احتمالية أنه ما رح تمشي الأمور أو تتأجل الأمور لحد ما يوصل القمر لا عندك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة